مع السيدة محسين من الجيزة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم بقول لحضرتك أنا يعني لما جي مثلا في يوم هصوم زي تطوع الاتنين أو الخمس أو أي يوم ومش فضي أن أنا مثلا أصلي هدومي مش جهزة لو رحت مش وارفة ينفع أن أنا صوم من غير ما أصلي اليوم ده ولا لا وسؤال كمان لما بجأ توضف لو مثلا أنا هتوضف بإيه داية اليمين يعني أستنشك بإيه دي اليمين وخرج الميا برضو بإيه دي اليمين ده حرام ولا عادي ولا لازم يدي الشمال ولو هتجاوبني على التليفون ماشي لو هقفل وتجاوبني بعد كده لا خليك معي على طول دلوقتي جاوب خلينا جاوبك دلوقتي على طول يا أستاذ محسين أول حاجة الصلاة ما تسبيش الصلاوات عشان لبسك ولا مش لبسك ولا حاجة صلي حتى لو أنت يعينتك حرق مثلا الجهزة للصلاة كده إسماي بس الكلام حتى لو أي حاجة لا لازم تصلي طيب إذا ازنقتي وكده اجمعي صلاة الظهر والعص إذا كان خلاص مفيش مفر ولا تقداري عندك امتحانات عندك معرفش إيه اجمعي ما بين الظهر والعص والمغرب والعش بس ما تتركيش اليوم كله بدون صلاة لما تجمعي ما بين الظهر والعص والمغرب والعش أنت خلاص ما تركتش الصلاة أنت كده عملتي رخصة جاءت في حديث سيدنا عبدالله ابن عباس والإمام النووي قال أن ممكن ناخد بالرخصة دي إيه بس بشرط ما تبقاش حلوانة في سلوانة ما تبقاش إيه دايدناً له فتعملي الكلام دوت أفضل لك من أنك أنت ما تصليش اليوم كله فصلي أما مسألة علاقة الصيام بالصلاة الصيام صحيح لأن الصيام إمساك عن شهوتي البطن والفارج يبقى الصيام ده صحيح ولكن ما تتركيش الصلاة لأن ترك الصلاة في اليوم كله ده حرام ومن الكبار فما تعمليش كده السؤال الثاني بتسألي أن في الوضوء ينفع أن أنا أتوضى أستنشق وكمان أستنشق بيه وأستنسر كمان بيدي اليمين آه ده جائز وما فوش شيء خالص اليمين دي إيد من الأيادي ولكن ده نوع من أنواع الأدب والتحسين والتجميل إن أنا أستعمل إيد الشمال في التخلص من القذرات لكن يجوز إن أنا أعمل كده وما فيش اسم هل يبقى بقى السواب بتاع الاستنشاق على حاله إن شاء الله يبقى السواب الاستنشاق على حاله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر